أفاد الوزير المغربي المنتدى بالمكلف بالميزانية فوزي لقجع بأن الزلزال ألحق أضراراً بنحو ثلاثة ألاف قرية يسكنها مليونان وثمانمائة ألف شخص في جبال الأطلس الكبير وفي آخر حصيلة معلنة أدت الكارثة إلى مقتل أكثر من ألفين وتسعمائة شخص وتضرر ما يقارب من ستين ألف منزل وفي ظل الخسائر قررت الحكومة تقديم 244 دولار شهرياً لمساعدة الأسر المتضررة على مدى عام معنا من إقليم الحوز مرسلنا عزيز فتحي عزيز أهلاً بك نطلع منك على سير العمليات بعد هذه الأحصاءات النهائية وبعدها بدأ عملياً السلطات المغربية بإحصاء لإعادة الإعمار أيضاً وتعويض المتضررين نعم كارولينا الوضع في المغرب يتخذ طابعاً استثنائياً ولسيماً في مراكش والأقاليم الخمسة المتضررة من زلزال الحوز وهي ششاوة وأزلال وورززات وتارودانت والحوز حيث توجد البؤراء غيل التي ضرب فيها الزلزال بقوة 7.2% وأثر على الأقاليم الخمسة وعلى مراكش الوضع استثنائي يتم التعامل معه لفتح الطرق والمسالك التي طمرها الزلزال ولسيماً في إقليم الحوز الجهود تتعلق بإعادة الكهرباء والماء الصالح للشرب للأماكن التي تضررت نتحدث عن مئات الكيلومترات من الكهرباء التي تضررت وبنى تحتية وأسلاك منخفضة ومتوسطة التوتر وأعمدة وبنى تحتية تتعلق بالكهرباء نتحدث عن استئناف الدراسة داخل خيام نموذجية لضمان عدم الهضر المدرسي في هذه اللحظات ونتحدث عن إحالة عشرات الآلاف من التلاميذ على المراكز والحضرية على المدارس ومع ضمان خدمات الإطعام والإيواء وأنشطة الدعم الاجتماعي والنفسي عشرات آلاف الأسر تقيم داخل خيام إما داخل المخيمات النموذجية المنتشرة في الأقاليم المتدررة بأمزميز وأسني وتارودانت وغيرها تتوفر على خدمات الإطعام على الخدمات الطبية والمرافق الصحية وعلى أنشطة الدعم الاجتماعي والنفسي وعن خيام مصبت بشكل عشوائي وبدائي أحيانا أمام المنازل التي تبدو أنها وإن كانت لا بأس بها من حيث الشكل ومن حيث النظر الأولى لكنها تتطلب خبرة هندسية وتقنية لمعرفة إذا ما كانت لا تزال صالحة للسكن أم تشكل خطرا على ساكنيها وهذا ما تم ويتم في الأثناء التي أعقبت الزلزال وهي عملية حصر وتقييم الأضرار من خلال فرق ميدانية تنتشر داخل الأقاليم الخمسة لمعرفة مدى قدرة هذه البنايات على استقبال الساكنين الذين سيستفيدون من منح ب244 دولار كما أشرت كارولينا بشكل شهري لمدة عام بسقف 3000 دولار كما سيستفيدون من منح تقدر ب14 ألف دولار بالنسبة للمباني التي تهدمت بشكل كلي وال8 ألف دولار لتغطية مشغال التهيئة والإصلاح بالنسبة للمباني التي تهدمت بشكل جزئي كارولينا شكرا جزيلا لك من إقليم الحوز مرسلنا عزيز فتحي شكرا جزيلا